وعلى إسر هذه الجريمة قررت نقابة الصيادلة في ديالة تعليق العمل في صيدليات المحافظة حتى إشعار آخر وذلك احتجاجاً على حادثة الاختيال التي طالت الدكتور أحمد طلال المدفعي ونددت النقابة في بيان لها هذا العمل الذي وصفته بالإجرامي والذي بات يستهدف الكوادر الطبية والكفاءات في محافظة ديالة مقررة تعليق العمل في الصيدليات اعتباراً من اليوم الخميس كما دعت الصيادلة كافة إلى الالتزام بهذا القرار